بسم الله الرحمن الرحيم ها هو أعظم وأقدس شخص بتاريخ البشري محمد صلى الله عليه وآله بآخر حياته الشريفة عم يخطب بالمسلمين وعم ينع نفسه وعم يعمل جردة حساب لحياته أمام الأمة فيقول ناشدتكم بالله أي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة إلا قام فليقتص منه فالقصاص في دار الدنيا أحب إلي من القصاص في دار الآخرة يعني النبي عم يطلب من أي حد عنده أي حق عنده يجي ياخده قبل وفاته فبتقول للرواي أنه يقوم رجل اسمه سوادة وبإله للنبي بيوم كذا كنت على الناقة وبيدك القضيب الممشوق فرفعته فأصاب بطني هون ما كان من الرسول إلا أنه وبكل بساطة وطيبة أرسل شخص ليحضر ذات القضيب لما استلموا نادى على سوادة وقال له تعال فاقتص مني حتى ترضى يعني تعضربني بذات القضيب فقال سوادة فاكشف لي عن بطنك يا رسول الله وهون أكيد المسلمين مذهولين من المشهد كأنه سوادة وبكل جرء بده يضرب الرسول على الجلد وهو مكشوف البطن وليس فوق الثياب فكشف النبي عن بطنه فبيقول سوادة بأبي أنت وأمي يا رسول الله أتأذن لي أن أضع ثمي على بطنك فبيأذن له النبي فبيدعي سوادة ويقول أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار يوم النار فبيقول للرسول يا سوادة أتعفو أم تقتص فبيقول سوادة بل أعفو يا رسول الله فيقول النبي اللهم اعفو عن سوادة كما عفع النبي كمحمد صلى الله عليه وآله كلمة أخيرة كلنا من نقول أن النبي هو قدوتنا فهل لا نقتدي به ونسمح للناس أن يحاسبون أو يسألون أو هل لا نجرؤ ونتواضع ونبادر بأن نقدم حساباتنا للناس ونبرئ في ممنا في الدنيا قبل الآخرة ومهما على شأننا وخير الكلام من قل ودل سلام عليكم وإلى اللقاء